هو بالنسبة للصح حصلت أشكاليات طبعاً في المكافآت بعد إحراز الفطولة لأنه كان النادي أعتقد أنه على حسب قول الإداريين الكبار أنه بيمر بأزمة مالية فتم عمل الاحتفال معكم أكبر ريال عمال أكيد أكيد بس الاحتفال الذي كان المفروض هو كان سبب المشكلة لأنه المفروض كان يتأخر شهر لو ما يتم ترتيب الأوراق يتم ترتيب المبالغ لللاعبين كم استلمتم؟ تم تقديم الاحتفال يعني مثلاً تم طلب بطولها لحد والخميس تم علامنا أنه الحفل والتكريم فالمبالغ كانت مبالغ ضيلة ضيلت جداً فاللاعبين حصلت شوية تذمر وهذا فالحمد لله الآن على ما أعتقد أني تواصلت أمس وقبل أمس بهم فالآن تم صرف المرتبات المتأخرة وجزء من العقود لأنه كان نص العقد ما استلموش اللاعبين بعد سفرياتنا سيئون المكلة والآن بدأوا يستلمو المشكلة إدارية أقول لك أنا بس بالنسبة لا لا في حاجة في حاجة أنه المبالغ المبالغ الذي تم التعاقد مع اللاعبين كانت مبالغ كبيرة جداً وتم طبعاً النادي النادي مقدرش يعني يوفرها كامل فتم الاستعانة بالتجار بالهذا لأنه كان عقود اللاعبين نحن استعاننا بخمس اللاعبين ست اللاعبين فكانت العقود كبيرة يعني مقدم العقد كبير جداً ومرتبات حتى المرتب أنت في دوري عندما تدخل دوري لازم يكون مراتباً لاعب مئة في المئة